اشتراك وجرس واحلى لايك من حضراتكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها الزقائي واحبابي متابعي ومشاهدي ومشتركي قناة رسم سريدي محمد عبد اللقاء اليوم الجزء الثاني الجزء الثاني من رسم المنظر الطبيعي سريدي اللي سبق و رفعنا الفيديو جزء الاول من ساعات تمام وهندي نبزة كده سريعة عن الجنب بحيث ان احنا نعمل مراجعة كده في اقل من دقيقة مع بعض نشوف كده مع بعض الفيديو كان ماشي ازاي ده الفيديو اللي هو الجزء الاول بمراجعة سريعة جدا بحيث نتذكر مع بعض اللي تم فيه الجزء الاول من تخطيط للشغل والمقاسات والدنيا وقفت لحد ما كنا نشغل المساحات الخضرة طيب اتعلمنا ازاي ان احنا علشان نرسم منظر طبيعي لازم اجهز الالوان بتحتي ان شاء الله معايا عشان شغل الحشائش معايا تلات الوانة هوا انا حطوطهم على اصابعي اللون الاخضر الحشيشي اللي والله اقدر الفاتح اللون الاصفر الكناري واللون الاسود نبص كده مع بعض هدأ ازاي على غطى من بتاع البستلة بسيطة جدا اللي هي الجلونات بتاع الدهانات بتاعتنا وبنحط حبة اصفر وحبة اغضر وكمان نحط حبة اسود انا هنا يا جماعة بجاهز لايه بجاهز للشغل زي الشغل الحشائش بالفرشة وطبعا اتكلمت في انها لازم يكون معايا جرد المليان مية او لحد نصه كده اي مخلص الفرشة اللي في ايدي احطها في المية ودي الفرشة اللي انا بشغل بها شوية الحشائش بتوعي اه بصوا على شكل الفرشة واتعرفوا عليها كويس لان الفرشة دي بندق بها الحشائش ده بالنسبة لشغل الالوان اللي هي البلاستيك المص لامعة ما ينفعش ان انا اشتغل بالاصفر مركز كده على طول او الاخضر مركز كده على طول او اي لون مركز كده على طول لازم اجهز درجة اللون بتاعتي الاول وان شاء الله فيه فيديو اقول ازاي اعمل الالوان واجهزها قبل الشو وعلى المساحات سدش الرش في الجزء الاول قدام حضراتكم اهو ببدأ ادق بالشكل ده الحشائش بتحت بحيس ان المسا الاماكن اللي هي ظهر الصفر دي او الالوانة فاتح بتكون هي دي اللي معرضة اقصر للشمس وبداية تحياتي لكل من شاهد الفيديو الجزء الاول وابدأ برأي وتعليق جميل والحمد لله في اول عشر ساعات الفيديو حقق عشر ساعات مشاهدة واعتمنى من حضراتكم اللي ما اشتركش معنا يشترك ان شاء الله في القناة ويفعل زر الجرس بحيس انه بيختار كلمة الكل لما بيضغط على الجرس بيتظهر ليك قيمة القيمة بتختار منها اعلى حاجة اللي هي كلمة الكل بيصبح الجرس مفاعل فبيوصلك كل فيديوهاتنا ان شاء الله اول بول كمان لو حضرتك دستلنا كده لايك وتعليق جميل من حضرتك ده بيشجعنا اكتر على العطاء والاستمرارية مراجعة سريعة وانا شغال في الحشائش على اللي تم في الجزء الاول اللي تم في الجزء الاول ان احنا خططنا الجنب بتاعنا عملنا تصور كده بالتبشير سريح سريع للمنظر كله وبدأت افرش بالجرنان اغطي المساحات اللي هي هتبقى برزة وده هتشوفوها في الجزء ده ان شاء الله لان احنا في الجزء ده التاني والاخير بالنسبة للرسمة للرسمة اللي معانا هنرفع الجرائد النهاردة ان شاء الله ونشوف المساحات البرزة دي ازاي نظلالها بمسادة صراش ايه وبدأنا نشغل مساحات الزرقاء اللي هي السماء والمية والسحاب ودلوقت النهاردة ان شاء الله بنتكلم على الحشائش ازاي بيشتغلها بالفرشة وخلي بالك دي مرحلة تانية من شغل الحشائش بمعنى ايه ان الحشائش اللي ادام حضراتكم دلوقت هتمر معانا بثلاث مراحل المرحلة الاولى اللي انا الرشي الاسود اللي انا رشته بالمسدس في الجزء الاول والمرحلة التانية اللي هي حاليا وانا بدق بالفرشة الكبيرة المرحلة التالتة موجودة في الفيديو ده قبل الاخير كده ان شاء الله بحوالي عشر دقايق هتشغل التشطيب بتاع الحشائش بفرشة الام رفيعة وده هتشوفوه معايا فما تروحوش في اي حتة وتابعوا معايا لحد بنوصل للحشائش دي مش هتستاب بالشكل ده لا ليها مرحلة تانية هتشغل ازاي افنشها بفرشة الام رفيعة وازاي ابين الورقة الشجر الخفيفة اللي هي الواقع على الارض والورد اللي فيه ظهرة ورد كده تتحط فيه الخضرة دي قدام حضراتكم تمام ودلوقت رفعنا التيب اهو كل المساحات بقى اللي انا كنت مدريها ومغطيها بالتيب هشيلها الا الشريط اللي تحت خالص الشريط اللي تحت خالص بقى اللي هو تحت الترابزين من تحت ده هخليه ليه هخليه ليه علشان هغبر عليه بالمسدس يوم يضين الضل اللي تحت الترابزين مباشرة تمام كده يا جماعة معاي شباب ولا مش معاي اه طيب كنت عايز ااكد برضو على اه حتة كويسة في الفيديو ده الفيديو طويل جدا فانا صرحت اماكن معينة اه منقل حضرتك ما تكونش محتاج لها قوي يعني حتة التظليل والكلام ده كله سريح سريح وفي مساحات في الفيديو وخصوصا اخر عشر دقايق هتلاقي السرعة أقل من كده يعني هتلاقي ايه الشغل على البطيق شوية علشان محتاج اه اظهر لحضرتك بنشغل الحشاقش ازاي فدلوقت انا شايف انت النقطة السودة الخفيفة اللي انا بحطها الضل الخفيف ده اهو بقص على حتة الخشب علشان اظهر الترابزين القوائم اللي هي شايلة الترابزين بيكون فيها ضل وانا بجسمه ازاي اهو وبالراحة خالص بدي ضل فيه اتجاه واحد كله على اساس ان انا اقول ان الشمس جاية من الاتجاه اللي على يمين ضربة في نحية الشمال يعني بحدد كده اتجاه للشمس اللي هو الضوء يعني وعلى قطعة الخشب وببدأ ازبط الاضاءات بتحت بالشكل ده بعتزل لحضراتكم ان عندي شيء من البرد يعني سامحوني واسألكم الدعاء طيب انا بعد كده باجي بالفرشة الالم وببدأ اقص بالابيض يعني في اماكن معينة بحيس اهو اه اظهر لو فيه تغبيرة معينة المها بالفرشة ودلوقت بالمسدس الرش باعمل الخيال بتاع الترابزين على الارض ايه اللي خلي الخيال جميل جدا وطبيعي يا شباب اللي خلي الخيال ياخد لك اللون ده الطبيعي بتاعه ان انا مش مزود الاسود على الابيض انا الارضية بتاعت ابيض فانا بالتالي باحط شعرة اسود خفيفة اوعى لما تيجي تعمل الضل الزود اللي سود يبوز منك شكل الضل خالص لكن انا انا عايز الضل ياخد الشكل الطبيعي بتاعه اهو عملنا الخيال بتاع الترابزين الشمس جديدة جدا وضربة فيه الترابزين وعطي الخيال فكل حاجة وقدر تضل بتاعها اهو بالمسادس الرش ده كتأسيس وبدايات برضو والعليمين ده اللي هو مقدمة اهو بداية الترابزين وده العمود اللي انا ايه هشغل عليه اهو بدأت اعتم كده حواليه من اللجناب علشان يظهر العمود كويس والقمرة هنا على مسافة 10 سنط منها مثلا بقى اشد تيب وهبدأ ايه اغمى تحتها شوية العمود بيكون تظليل العمود بالشكل ده عشان يطلع معايا عمود سريدي ولاحظ حاجة ان انا استفدت ببريزة الكهرباء او الفيشة بتاع الكهرباء اللي موجود حطيتها حطيت مكانها بالضبط العمود اللي هو السريدي عشان يبين ودي حاجة بنسميها انك ازاي تستفيد بالموارد المتاحة عندك انا كده بظلل العمود باللون الاصفر الجملي ولاحظ حاجة في تظليل العمود لما ترجح شوية ارجع للفيديو تاني هتلاقيني بقول فيه كده وانت بتظلل العمود بتسيب اول 5 سنط من على اليمين ومن على الشمال وبتركز في النص بالمسدس ده انا بتكلم على العمود اللي هناك اهو سايب كده 5 سنط كده او 2 سنط من على اليمين ومن على الشمال ابيض ومركز الرش بتاعي في النص علشان ده مرحلة اولة بالنسبة للعمود السريدي واقول هنعمل ايه معاها بعد كده طيب واللون الاصفر الجملي اللي كان معايا رحت حطت عليه اسود على بني وبدأت اعمل فرقة شجر حلوة هنا كده الفرقة الشجر دي هكون في بساحة الخضرة اللي هي ورا الترابزين من ناحية البحر وهكون واضحة ليا ان هي خلف القمرة اللي موجودة هي خلف القمرة لدرجة ان انا اقدر دلوقت اسحب فروع معينة منها ترمي فوق القمرة ويبقى لها ظل ويبقى لتاخد الشكل الجميل بتاعها مشاهدة ممتعة لحضراتكم واتمنى مشاهدة كاملة للفيديو باذن الله تعالى واسمحوا لي من حوالي ساعة كاملة اخونا عبد العالي هتلاقوه في التعليقات واللي هو على الفيسبوك باسم دكورات منازل فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله يا جماعة انا بقول اهو للجميع ادام حضراتكم من حوالي ساعة اخونا عبد العالي الرجل بيتابع معنا ومتفاعل مع القناة بصراحة وليه مني كل الشكر عمل ايه الرجل الرجل قام ب رفع روابط معظم الفيديوهات بتحتي على حوالي عشرين جروب على الفيسبوك كلها جروبات تختص بالرسم الف شكر لحضرتك يا فنان وربنا يقدرنا كده على رد جميلك وتفعلك معنا شكرا ليك استاذ عبد العالي من ليبيا من الشباب المحترم اللي هو يعني عايز اقول بيشجع الاعمال الجيدة خاد اللينكات كلها يا شباب وراح رفحها على جروبات الرسم وانا وانا معايا وانا بجهز الفيديو حاليا الاشعارات على الفيسبوك شغالة دكورات منازل مشاركات للينكات بتاعة القناة على الجروبات اللي هي الخاصة بالرسم وده تلبية مني في الفيديو الاول لما بوجهت لحضراتكم الدعوة بانكم تشاركوا اللينكات بتاع القناة علشان تنتشر واكتر عدد يقدر يشوف القناة ويستفيد منها وربنا يعني يجعل ذلك في ميزان حسنات اخونا وابننا الاستاذ عبد العالي من ليبيا الفنان المحترم وانا بتكلم مع حضراتكم طبعا القامرة والشجرة اللي وراء ازاي سحبتها على القامرة بالشكل ده والخضرة والحشائش بتاعت الشجرة والفيديو في الجزئية دي انا مصرعه شوية مفيش مشكلة خالص لان ده كله سبق شرحه في فيديوهات سابقة وخلي بالك ان المنظر ده قريب الشبه جدا بمنظر الجليد وده موجودة عندنا على القناة لو حضرتك شفت منظر الجليد داخل على الالفين مشاهدة وفيديو جميل جدا ولكن بالالوان اللي هي الدكنة البنيات اما ده جنب النهاردة واخد الالوان الطبيعية بتاعته اللي كلنا نقدر نتعامل معها بسهولة طيب الجزء ده في الفيديو بقول لحضراتكم حوالي ست دقايق كده فيها سرعة شوية لان اضطريت اعمل ده علشان اوفر مساحة للفيديو في رسم الحشائش والورود اللي فيها بقدام حضراتكم بالسرعة الطبيعية بتاعتها هنا انا على قطعة الخشب حددت مقدمة الطرفزين وشلت التيب اهو وبدأت بمسادة صراش كده اعمل زي مستطيل او القعدة بتاعته بمعنى صحة يعني عشان توصلك الملومة انا هنا بعمله هياخد شكل حوض الحوض هيبقى فيه شوية اشجار او شوية زرع بالورود بتاعتهم وده هيعجبكم او ان شاء الله لما تشوفوه بعد التشطيب وممسادة صراش على قطعة الخشب برضو عادة خاص وابدأ اعمل قد الايم الاول للسلم وادي الايم التاني وادي الايم التالت وادي الايم الرش اللي طالع منه او الالوان اللي طالع منه اول ما تخلص بقى الست دقايق اللي هي فيها السرعة دي ان شاء الله اهو حاليا ابدأ بقى في سرعة بابطأ الجزئية اللي جاية دي هتكون بطيئة شوية اهو هنشغل بقى براحتنا في العشر دقايق اللي موجودين دلوقت لاخر الفيديو تعال بقى فنان معايا المرحلة الاولانية الرش بالاسود المرحلة التانية او مناطق الغام ابرشها بالزيت الغام او الاسود المرحلة التانية بضرب بالفرشة الكبيرة ضربات سريعة متقربة بحيث ان فيه فاتح وغام لما حطينا فيه الغطة بتاع البستلة او البلتة حطينا الاخضر الحشيشي والاسود والاسود والاصفر الكناري طيء المرفيعة مدورة بسيطة خالص وانا ادامي فيه البلتة بتاحت الاصفر الكناري والاخضر ببدأ كده بالفرشة وانا مسكها نفس المسكة دي كده او ازا ما حالكم شايفين وادامك الفاتح والغام موجود فيه البلتة بتاحتك وتبدأ تظهر الحشيشة او الخضرة الزرع بالحجم الجميل بتاعه اهو ايسيبكم كده تستمتعوا بالفرشة ويا رب كده تدعمونا بالتعليقات واللايقات لان بصراحة اهو هنا شوف شو الفرشة بتعمل ايه يا جماعة ببساطة جدا سهلة جدا خالص ما تصعبش الموضوع على نفسك لطشات كده بالفرشة اهو شوية حشايش بقى واعين اتحول انا كده حولت مقدمة الترابزين اه اللي هي السامبوكسة اللي بتاع زي متوازن المستطيلات ده اللي في الاول ده المجسم ده حولته من شكل جاف وجامد كده لبوكي ورد جميل جدا او كأنه حوض زرع حوض زرع مزروع ورد وخضرة تفيني الورد يا فنان الورد جايب ان شاء الله في المرحلة اللي بعد دي انا اقرب بس بالفرشة كده الفرشة الالم بتاحت بقى ليه في بقى الحشائش كلها وانت قدامك في البلدة اكتر من درجة بقى الابيض مع الاصفر الكناري مع الاخضر هنا الفرشة الالم هنا ما بتقربش جنب الاسود خالص خلي بالك انك انت هنا بتحط الحاجات الفتحة اللي هتظهر بقى ايه في الحشائش اللي هي المناطق الظهرة قوي وحجمات كبير يعني والفيديو معاك وراجعوا مرة واثنين وثلاثة ويعني اتمنى يا رب ان انا كنت موفق في ان انا في المنطقة دي بالذات بطقت السرعة بتاع الفيديو انا مبطق السرعة بتاع الفيديو هنا لهدف واحد ان انا ده وقت بشغل الحشائش اهو ودي بقول لكم الفرشة بتاعتي يا جماعة اشوف فرشة لو انت شفتها في الشارع ممكن تقول ما تسواش واحد جنيه او واحد دينار او واحد ريال يعني يعني تشوفها كده ما تدهاش حاجة خالص لكن اللي يعرف ايمتها هو الرسام اللي بتشغل بها الفرشة دي بعد ما بتشغل بعد خلص شغل اخسيلها غسلة تمام بشوية بريلة او ربص اي مصحوق غسيل وتشلها اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو وابدأ افرش شوية حشاء شوائعين على الارضية ويعني بالشكل ده طب كده وخلاص لا اقولك مش كده وخلاص الكل الورق اللي واقع على الارض ده لازم تعمله الضل بتاعه عشان ياخد الطبيعة بتاعته وده هعمله قدام حضراتكم دلوقت بمسد صراش ابدأ بقى قريب هنا كده اعمل ورق اشجر حجم كبير شوية واقع من الشجرة الكبيرة اهو لان احنا هنا اقرب حتة في المنظر اقرب مكان في المنظر فالورقة واخدى حجم كبير شوية لو حطيت الضل تحتيها هتحس ان هي طايرة في الهوى لسه ويه ولسه موجود ازاي نفس لون الضل اللي احنا شغالين به انا بقى حي طبعا المصور ويه تعالى بقى بنفس الفرشة الجميلة بعد ما غسلناها هنشغل بها الورد الاحمر بص يا شدي اتفرج كده حبة احمر جنب حبة الابيض وخلي بالك اأكد على ان الابيض هنا شحم الالوان بتاحتك هنا كلها شحمة عشان ما تسيلش وتريح منك اتفرج على شكل الورد بقى كده وتزود الاحمر في حتة وتزود الابيض في حتة وتبدأ تديك اللون الورد الجميل ودايما ركز ان الظهرة بتكون على الاطراف اهي الاطراف بتاع الورود من فوق من فوق بتكون دايما الظهور بتكون اعلى هتشعر وكأن بداية الترابزين اصبح عامل زي بوكيه ورد جميل اذا كان ليه حق ابطق في المنطقة دي السرعة عايز اشوف تعليقك جميلة اهو وبنفس الكلام زي ما فيه ورق اخضر واقع على الارض يبقى فيه ظهور برضو حمرة واقع على الارض اهو افرش افرش بالفرشة وما تقلقش كله دا بيدي لمسات السحرية جميلة فيه الشغل واتمنى يا رب كده المشاهدة ممتعة لحضراتكم واستفادة كبيرة وانا سعيد بصحبكم جدا اصبح ليه عائلة كبيرة جدا من المتابعين للقناة ربنا يديم المحبة والامل بيننا يا رب شوف الفرشة بتعمل ايه في شغل الورد انا اردت هنا حبيت ان انا اقرب الكاميرا اوه هنا وانا شغال علشان تشوف الفرشة بتعمل ايه الفرشة الالم الرفيعة وزي ما قلتلك كده يبقى فيه الفيديو ان شاء الله نتعرف فيه على الفرش اللي معايا كلها شغلت ازاي وبنوظفها ازاي وفيه بالمناسبة للاخ المتابع الجميل اللي طلب ان انا اعمل فيديو ازاي بنخسل مسدس الرش بشكل صحيح وسريع ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله هرفع الفيديو بتاع غسيل مسدس فتابعوا معايا ان شاء الله وما تحرموناش من لايقاتكم وتفاعلكم مع القناة بالتعليقات الجميل اهو اتحول الترابزين من اه الترابزين عادي كده اللي بكيه ورد جميل ويه بقول بقى الورق ده بقى اهو قلتلكم لازم نحط طول الضل بتاعه انا هنا متعمد احط الضل تحت الورقة عدل علشان حسسني ان الورقة لسه ما نزلتش في الارض الورقة لسه في الهوى في الجو وكل واحدة صغيرة واحدة كبيرة اهو احط لها سنة لسع الضق كده لسع ااسف لسع الضل انا عايزك بقى في اختبار حقيقي ليه انا في موضوع ماشي ركز دايما في خيالي انا خيالي انا شخصيا على الحائط والضل اللي انا شغال به بلاش في المساحة دي لان المساحة دي داكنا لكن لما روح في المساحة فتحة شوية وقلتلك ده تقدر تعمله اختبار للضل في اي حتة انت بتشغل فيها حط ايدك كده نحي تقرب ايدك من الحيط ويشوف خيال اي لك والضل بتاعها واخد درجة قد ايه وممكن تزبط عليه الضل اللي انت شغال به مفيش مشكلة خالص ادل الشغل حقه وان شاء الله ربنا يوفقك وربنا يكرمك ببدأ بقى بالاسود الغامق واظهر الشروخ اللي هي الفواصل بين القطع اللي انا عامل بها الترابزين ولاحظ انت القطع يعني جنبي جميل وانا شغال فيه على مدار ست ساعات اشعر كأنكم كلكم كده معايا انا حاسس كده وانا شغال ان انا شغال ومنتظر اللحظة اللي انتوا هتشوفوا فيها شغلي فاجمل حاجة في اليوتيوب دلوقت وفرها لنا ان انا وانا شغال حاسس ان الناس كلها معايا في الشغل فلازم اداء علي قوي يعجبكم ملازم اركز في شغل قوي علشان عارف ان فيه ناس محترمة كتير وفنانين وكله ده بيتفرغ على الشغل وبيتابع الشغل فاقدم لحضراتكم حاجة يعني ايه تشرف وتنقول اعجابكم باذن الله تعالى واتمنى يا رب كده ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم بيا واوعيدكم يا رب يوميا كده فيديو وطول ما فيه شغل وفيه صحة هنشغل ان شاء الله ومع بعض قولوا لي على طلباتكم لو فيه اي رسومات انتو محتاجين ان انا اشغلها مفيش مشكلة قابلة ممكن تبعتها على الواتس او على المسنجر الواتس 011 57766 8778 اقوله تاني 011 57766 8778 تمام كده يا شباب بسهولة جدا 011 5 7 2 6 8 7 8 دع الواتس اما المسنجر صفحة الرسام على فيسبوك الرسام محمد عبد بالعربي تمام واتمنى اي اخ الاسم بتاعه يعني مش مش معروف عرفني اسمك الشخص عشان اقدر اتعامل معاك زي مثلا محمد احمد سيد علي قول لي انا فلان عشان اقدر اتعامل اتفعل مع حضرتك والاسم بتاعك يثبت معايا في الزاكرة المنظر اهو قدام حضرتكم او شاكنا على الانتهاء ثواني ونغلق الجزء التاني والاخير في الفيديو النهاردة وعلى امل ان احنا ان شاء الله في فيديو جديد انا مجهزه احمل له حضرتكم بكرة بإذن الله اللي هو غسيل المسدس بشكل صحيح من الوان البلاستيك ازاي انطفه والفيديو اللي بعد فيه وردة جميلة جدا باللون الاحمر هنرسمها في البلكونة رسمة سريعة كده بإذن الله تعجبكم برضو وادعو لي كده يعني بالتوفيق والله المستعان الحمد لله عايز مشاهدات كاملة شباب القناة الحمد لله بتعمل النهاردة في الوقت القريب ده حوالي عشرين ساعة تقريبا عايزين نزود اوشكنا على الرحيل ثواني حوالي خمستاشر ثانية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله وامنه ما تنسوش لايك واشتراك اهو والجرس والسلام عليكم ورحمة الله